يتشاور أبناء المنصورية عن إسعاد في الخطوات التي سيتخذونها مصرين على رفضهم تمديد خطوط التوتر العالي فوق الأرض وهم يعتزمون التحرك مجدداً على الأرض مطلع الأسبوع المقبل يرفض الأهالي فكرة شراء الدولة لمساكنهم هذا أنا أرى تهجير بانتياز من مجلس الوزراء بكاملهم نحملهم كل المسؤولية ونحن على الأرض قاعدين بحسب رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن السكان فإن معظم المباني كانت موجودة في المنطقة قبل رفع عميرة التوتر عندي 340 متر لو سعر لي ب10 مليون ما بدي أطلع ما فيه شي بيقدر يجبرني أطلع من هنا ما فيك تجي تقول لي أطلع من بيتك بعدين طلع اقتراح قانون من 10 نواب بمجلس النواب مشين التوتر علي مرقوا تحت الأرض وحول البرر الرئيس بللي حوله للجن طب ما فيه عندهم احترام للجن داري قروب مجلس الوزراء ينفي الأهالي أن يكون عدد المساكن المتضرر ثمانية وخمسين فقط ويسألون عن سبب عدم شمول فكرة التعويض المساكن داخل المجمع الماروني هذا مضروب في عنا هون محل موقفين نحن حوالي 220 شقة عنا ورانا هون خلفنا مشروع بطلال عين سعادي كمان حوالي 200 شقة هون دي محل عم بيجي بسيرتون وهون نحن حسب ما عم بيقولونا الأشخاص اللي كانوا بدي يمدوا أنه من العمود هذا الموجود هون العمود الورانة ممكن انحضار الخطوط يليمس السقف المبنى ليست الاعتصامات هوايتنا إلا أننا مضطرون لاعتمادها هذا هو رأي السكان إذا ما حاول المعنيون مد الخطوط بالقوة مذكرين بالبديل وهو مدها تحت الأرض